أثناء العدوان النظف اليوم 84 فتحت مدارسها لإيواء مئات الآلاف من النازحين اللي هم بيوتهم خلاص انتهت جمرت تماما وبالرغم أن هذا لم تسلب مدارس الأمروى والعاملين فيها من الهجوم عليهم وقتلهم وحسب الأمين العام الأمم المتحدة أنتونيو بيتيريش كان فيه فوق المية وعشر أو مية وثلاثتاشر يمكن أكتر دلوقتي العدد من العاملين في الأمم المتحدة قتلوا بيد الجيش الإسرائيلي في الحرب في غزة وحسب ما قال الأمين العام الأمم المتحدة في مجلس الأمن من أسبوع ده أكبر رقم من الضحايا من رجال الأمم المتحدة ووكالتها في تاريخ المنظمة الدولية من سنة 1945 حتى اليوم نهضة الأمم المتحدة أعلنت أنه الجيش الإسرائيلي مش يعني استهدف كمان إحدى قواف المساعدات التابعة لها في قطاع غزة أعطيتكم عارفين أن المساعدات اللي بتدخل من جانب المصري من رفع تسلم إلى الأونروا بعد تفتيش الجيش الإسرائيلي لها في معبري كارم أبو سالم والعوجة وبتخذها الأونروا هي اللي بتتكفل بتوزيعها بطريقة على مناطق غزة المختلفة بقوافل تابعة لها إحدى هذه القوافل زي ما قال رئيس الوكالة الأممين في غزة توماس وايت أن جنوداً قال على منصة إن جنوداً إسرائيليين أطلقوا النار على قافلة مساعدات أثناء عودتها من شمال غزة عبر طريق حدده الجيش الإسرائيلي معنى القافلة دي راحت شمال غزة ورجع ما عرفش فاضية ولا لأ غليماً فاضية إنه متمر في طريق متفق عليه مع قوات الاحتلال وهي لمحددان وطريق آمن ومن رغم تدى تم إطلاق النار على هذه القافلة أوضح رئيس الوكالة في غزة إنه لم يصب قائد القافلة الدولية وفريقه بأزة لكن إحدى المركبات تعرضت لأضرار وهو شدد في الآخر لأنه يجب ألا يكون العاملين العملون في مجال الغازة هدفاً لأعمال العدائية المدير عمليات الأنورة في غزة أكد كمان إنه كل يوم هو صراع من أجل البقاء وإيجاد الغزاء والماء وحظر من إن غزة تعاني جوعاً كارثياً وأربعون في المائة من السكان أربعين في المائة أربعين في المائة من اثنين مليون وثلاثة من عشرة يعني قرابة عشرة حوالي مليون شخص معرضون الآن لخطر المجاعة وإنه غزة اليوم في أمسل حاجة لمزيد من المساعدات والأمل الوعيد حسب رأيه هو وقف إطلاق النار الإنساني وإزا ما كنا نقول دلوقتي حضراتكم إن يعني الشهداء طبعاً بشكل عام الحصيلة تجاوزت 21 ألف و300 شهيد الجرحة تجاوزوا 55 ألف جريح طبعاً المساكن المهدمة الصالحة للسكن أو الصالحة للعودة إليها لا توجد الشتاء قاسي جداً في غزة المخيمات القليلة الموجودة لا تكفي الناس 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 تحاول أن تلجأ إلى مدارس وأنشآت الأمر عشان تبقى مكان آمن تقيم فيه لكن هذا أيضاً غير آمن زي مقدم حضراتكم هو هذا هو ما تبقى من غزة ما تبقى من يعني غزة ويمكن عدد من الناس على وسائل التواصل الاجتماعي ابتدى يجيب مناطق لغزة يوم 6 أكتوبر 2023 ويقارنها بصور الأقمار الصناعية طبعاً ويقارنها بصور الأقمار الصناعية لغزة النهاردة بعد 84 يوم وده صور صور طبيعية مش بس أقمار الصناعية كمان الصور تتغير كل يوم ده كل ساعة يعني حضراتكم ممكن تكون شفتم صور هنا في برنامج ده من عدة أسابيع لكن مش هي دي النهاية لا الدمار وحجم التدمير بيزيد يعني زي ما كنا نقول مبارح مثلاً في مخيم البريج حصل قصف غير مسبوق من الطيران الإسرائيلي والمدفعية والدبلات الإسرائيلية بشكل مزهل وكل الخبراء مش فاهمين هذا القدر من القصف يوصل لإيه يعني يوصل لأي من أي نوع من مواجهة المقاومة هو لا يوصل إلا للدمار اللي حضراتكم شايفينه ويمكن لو إحنا كل ده غمضنا عنينا وفتحناها ولينا الحرب ووقفت ووقفت في لاعزة ماء وحتوقف إن شاء الله في لاعزة ماء المشهد اللي قدامنا ده متى وكيفة وبكم سيتم إصلاحه ده نحز الإصلاح سؤال الأهم والأصعب حينما ينتهي من الإصلاح ويتم الإجابة على الأسئلة متى وكيفة وبكم يترى السكان البشر اللي عانوا دخلنا على الشهر الثالث اهو الرابح حيشوا فين حياخد وقت قد إيه إعادة الإعمار لو تقرر حتى النهاردة إعادة الإعمار ووفرت الميزانيات كلها ووفرت الشركات وتغفر المناخ الآمن بدون هجمات إسرائيلية على غزة وفي حالة من يعني الاسترخاء الكامل يترى عشان هذه الأماكن تبقى صالحة للسكن الآدمي بمرافقها، بشوارعها، بمحطات المياه، بقطوط المياه، بصرف الصحي، بالكهرباء، بأعمدة الشوارع، بالنهور، بكل حاجة ده يا ترى الناس دي حتقد كام سنة عشان تقدر ترجع لبيوتها يا ترى أطفال غزة وطلبتها أو تلمزتها من البنات والولاد اللي في سن التعليم نحن عارفين إن الشعب الفلسطيني في غزة عنده نسبة تعليم عالية جدا نسبة الأمية لا تتجاوز 2.5% الباقي كله متعلم طب عشان المدارس دي تشتغل والجامعات تشتغل المدارس تقريبا يعني ما ديش رقم نهائي لكن اللي غالبية الصحيقة منها قصة المدارس الأمروى والمدارس الأخرى العامة والخاصة دمرت والجامعات أيضا الجامعة جامعة الأزهر فرع الغزة الجامعة الإسلامية كل الجامعات تقريبا هجمت يا ترى الناس دي حتقدر تتعلم يعني فيه سنة دراسية هي ملحقتش تبدأ اكتوبر كان بداية العام الدراسي عموما بدايته في كتير من الدول يا ترى أطفال غزة وشبابها هيقدروا يروحوا المدرسة أو يروحوا الجامعة أو المعهد بتاعهم فيه معهد أو فيه جامعة أو فيه كلية للعام الدراسي تلاتة عشرين واربعة عشرين الإجابة الأرجح لا إلا إذا شعب غزة القادر على فعل يعني المعجزات استطاع أن هو يعمل زي ما عمل بعض الشعوب ده تم في فيتنام ببانى الأدوان الأمريكي كان الشعب الفيتنامي تصل القصف اللي استمر سنوات بيتعلم تحت الشجرة أقاموا مدارس مش مدارس فصول بقى فصول متنقلة للتعليم التعليم في الحقول للتعليم في الأدغال للتعليم في مقايا المدن غزة غالبا هتقدر تتغلب على ده لكن ده مش هيخرج أبدا الأجيال اللي نحن نتمنى هحيبقى سقط منهم سنة ده على مستوى التعليم طبعا على مستوى الصحة يا ترى الناس المصابين اللي هما عددهم فوق الخمسة وخمسين ألف هي ترى فيه في غزة ما بقية شيء من المنشآت الطبية إلا عدد محدود جدا خاصة الشمال الشمال يعني تقريبا كل المناكز الصحية ومستشفياتهم مرد مرد كلها هل هي ترى حيقدر شعب غزة مش بس الجرحة منه لا المرضى المرضى بأمراض مزمنة ولها علاجاتها وعلاجاتها دي دورية على مدار الساعة المرضى اللي هما بيحتاجوا لعمليات جراحية مش جرحة بقول اللي بيحتاجوا غسيل كلها وشوفنا ألاف الحالات في غسيل كلها عندها مشكلة يا ترى كل ده ممكن يتوفر إمتى الحد الأدنى منه على الأقل عشان يبعث في غزة الحياة من تحت الركام كل ده حياخد وقت ده أنا بقول بفترض أنا غمضت عيني وقلت الحرب خلصت فما بالك بأن الحرب ما خلصتش الحرب عشان تخلص من الواضح أنه طبعا مسار المعارك على الأرض في قطاع غزة ليس في صالح الجيش الإسرائيلي لا عسكريا ولا سياسيا ولا إعلاميا بمعنى أنه عسكريا الجيش الإسرائيلي في اليوم 84 عدافه الثلاثة هدفين مباشرين وهدف مؤجل الهدف الأول القضاء على البنية التحتية لحماس البنية العسكرية وإخراجها من السلطة السياسية في غزة ده الأول الثاني الافراج وعن كل المحتجزين أو الأسرة بدون مقابل ثلاثة تحويل غزة إلى منطقة غير مهددة ما بين قسين لأمن إسرائيل ولأمن المستوطنات في غلاف غزة ثلاثة هداف بعد 84 يوم من الواضح أنه الهدف التالت طبعا ده للسباتي اللي هو أنه غزة تبقى منطقة آمنة بالنسبة للإسرائيل وده يعني اختلف فيه المختلفون والبعض المتفائلين بهوس إنك في بداية الحرب بعد إسبوعين أو ثلاثة بدون يتكلموا ماذا بعد حماس وإنكتشفوا أنه الموضوع يعني الحقيقة فيه المحاولة من المبالغة الكبيرة جدا فش حاجة اسمها بعد حماس لأنه مفيش شيء اسمه حماس واحد وفي حاجة اسمها غزة والضفة الاربية وفي حاجة اسمها مستقبل قضية فلسطينية وإن الافتراض اللي كان قائم ساعتها إنه ستهزم المقاومة كلها وإسرائيل ستحتل قطاع غزة احتلالا كاملا تفرض إرادتها وقومتها وبالتالي يبقى فيه ما بعد تضع إنه ما بعد ده مش موجود فإتراكا مؤقتا بإيه الهدفين التانيين اللي هو القضاء على البناء التحتية العسكرية والبناء العسكرية الحماس والتنظيمية والسياسية خرجها من الحب وإفراج عن المحتجزين الوضع من المجريات كل اللي بيتم في الـ 84 يوم إنه الهدف الأول لم يتحقق هذا الهدف لم يتحقق خالص وإنه حتى ما أعلنوا بين يمين نتنياهو من يومين أو ثلاثة من إنه تم القضاء على ألفين شخص مقاتل من مقاتلة حماس بالكلام اللي هم بيقولوه الإسرائيليين نفسهم وطبعا من فصائل مقاومة الأخرى لكن عموما وحنقول ألفين من حماس بس لو قابلنا الرقم ده بفيه قراءتين لازم نقولهم قراءة الأولى إنه قصاد الألفين دول اتقتل 21 ألف ده الرقم الإجمالي للشهداء ومفقوط حوالي 7 أو 8 يعني فيه 30 ألف شهيد آآ قتلوا عشان من ضمنهم فيه ألفين حماساوي يعني كده أنت عشان تقتل كل شخص آآ من آآ حماس آآ آآ محتاج تقتل آآ أكتر من يعني 12 أو 13 واحد من المواطنين دي النسبة آآ ألفين إلى آآ آآ 30 ألف محتاج تقتل هذا العدد تقتل آآ أشريها 18 واحد تقتل 18 واحد عشان توصل لواحد من حماس ده أول إراية وده طبعا معدل غير موجود في العالم في الحروب اللي مفترض بتدور في مناطق مدنية وهيجب الحفاظ فيها على أرواح المدنيين وممتلكتهم ومعينهم زي بيسميها القانون الدولي الإنساني الإراية التانية أنه لو افترضنا أنه صحيح آآ ألفين مقاتل قتلوا من المقاومة ومن حماس بس هم بيقدروا قوة حماس ما بين 30 لـ 50 ألف آآ مقاتل طب إحنا مش هنقول 30 ولا 50 هنقول 40 ألف مقاتل الألفين دولي اللي قتلوا برواية أو بتصرحات نسي نيهو يمثلوا 5% من قوة حماس إذا كان قوتها فعلا 40 ألف شخص يعني في 84 يوم في 80 يوم بلاش 84 تم القضاء على 5% من قدرات حماس البشرية وكمان 5% أو أكتر قليلا من الأنفاء و10% يا سيدي من قدرات العسكرية الأسلحة أو الزخائر في 80 يوم يعني عشان تقضي على نصف قوة حماس البشرية إنت قدرات من قرابة 3 شهور عشان تقضي على 5% عشان تقضي على 50% منها إنت محتاج 30 شهر يعني محتاج سنتين ونص سنتين ونص يدور فيهم القتال بنفس الطريقة الوحشية والقصف الوحشي الغاشم اللي بيتعمل في قطاع غزة طبعا المعنى العسكري ووضح هناك مشكلة جيش الإسرائيلي دفع بلواء سابع دخل قطاع غزة كان سحب كتيبة من كتائب لواء جولاني قبل كده لواء النخبة الخسائر اليومية بدأت يعني تتقال سواء علنا من الجيش الإسرائيلي بعد التخفيف من أرقامها أو بعض الأرقام الحقيقية بدأت تطلع بها مصادر أخرى جمعيات الخاصة بالمجنود المعاقين بعض المستشفيات بعض وسائل الإعلام زي صحيفتها أرس وغيرها وبالتالي بدأت الأرقام تخض المجتمع الإسرائيلي وبالتالي والواضح كمان الحرب الإعلامية إنه الجيش الإسرائيلي بيبس كل شوية بعض أو كل يوم مش كل شوية وعنده قناة خاصة بدأ الحقيقة قناتين واحدة العب العبري والتانية بالإنجليزي بيبس فيها مشاهد اللي بيسميه يعني اشتباكات أو تقدم الجيش الإسرائيلي في غزة الحقيقة الملفت في كل هذه المشاهد إنه لا يوجد اشتباك يوجد اطلاق نار من جانب واحدة أو تقدم من جانب واحد سواء لجنود مشاه راجلين أو لآليات إسرائيلية في مناطق تبدو طبعا مهدمة كلها محطمة لكن ما فيش اشتباك على الوجه الآخر حركات المقاومة خاصة الحماس بدبس يوميا مشاهد لإصابات مباشرة سواء في الأفراد أو سواء في المعدات والآليات والدبابات وده طبعا ممنوع نشر في إسرائيل على الوسائل الإعلام الرسمية ووسائل التواصل أيضا بيبقى فيه مشكلة في وضع عليها لكن بيصل إلى الرأي العام المعركة الإعلامية كمان إسرائيل مش بس على الصعيد العسكري بدت فيها أوضاعها الميدانية سيئة لكن كمان المعركة الإعلامية على صعيد استهداف إسرائيل للمدنيين بدأت إسرائيل تخسرها خسارة ضخمة جدا تحولات اللي موجودة فيه المواقف السياسية الرسمية في العالم الرأي العام العالمي من أول لحظة بدأ يتصاعد في الدول الغربية والأسيوية والأسليمة وغيرها كل أسبوع فيه مظاهرات تضام الشعب الفلسطيني لكن فيما يخص الرأي الرسميين اللي هو الحكومات التغير بدأ بسيط ثم وصل الآن إلى أنه كل الدول تقريبا بما فيها آخرها فرنسا المهارات منذوب فرنسا في مجلس الأمن بتكلم على أنه يجب وقف إطلاق نار الوزيخ الرجال بريطاني قال ده من عدة أيام ما فيش حد فاضل في الدنيا ما بيقولش وقف إطلاق نار غير الولايات المتحدة الأمريكية فقط بعض الدول يعني ضمن التحالف الغربي يعني سكتة بتكلم على الهدن إنسانية لكن ما عرضتش وقف إطلاق النار وما أيدتهوش لكن التغير النوعي الإعلامي ناتج بشكل خاص عن أمرين أساسيين واحد الوحشية الإسرائيلية في مواجهة المدنيين والإفراط في القتل اللي العالم كله شافه بعينيه واللي أصبح مثال على المسبحة الأكبر في تاريخ الحروب في العالم للمدنيين والشيء التاني قدرة المقاومة ومعاها ووراها الشعب الفلسطيني على الصمود وأنها لا تنهزم المقاومات عادة بتدفع الجيوش الجيوش الاحتلال إلى التراجع للوراء المقاومات ما بتغزوش دول الاحتلال لشان بس الناس كتير من تبقاش فهم المعنى الانتصار إيه والهزيمة إيه الانتصار والهزيمة يعني نهاية الحرب إيه الانتصار النهائي إخضاع إرادة الدولة العدو اللي قدامك اللي انت عايزه بسوء تستسلم بقى أو انك انت بتتنزع معها لجزء من الأراضية فتدخل تحتل هذه الأراضي وتقتل من جيوش أو من قوات المسلحة قد ما تقدر وبالتالي هي تتراجع وتبتدي تتفاوض معك على أرضية اللي انت استوليت عليه وتحقق لك أهدافك السياسية ده في الحرب بين الدول وجيوش التقليدية الحروب بين المقاومات في العالم بتاريخ المقاومة والدول المحتلة أو الدول المستعمرة عمر ما كانت الحرب بتدور مثلا ما بين المقاومات في أفريقيا مقاومة جزائرية مقاومة جزائرية فرنسا المحتلة ما كانتش في أفريقيا فمش هيحتل باريس فرنسا الناحية التانية من البحر المتوسط لكن الهزيمة بالنسبة للانتصار بالنسبة للمقاومة هو اجبار قوة الاحتلال على التراجع داخل الارض اللي بتاعتلها وعدم الاستقرار فيها على اي نحو من النواحي والامر التاني دفعها الى التفاوض حول تأمين او ضحة وتحقيق اهداف الشعب المقاوم دي معاني انتصار دي طرق دي دي ساعتها نقول انتصرت مقاومة ما ومقاومات العالم كله يعني الفيتناميين مراحوش واشمتون لكن الامريكان مستمروش في فيتنام بعد خسائر وصلت ساعتها بالنسبة لامريكا في كل هذه السنوات تسع سنوات تقريبا وصلت لخمسة وخمسين الف قتيل من الجيش الامريكي وعشرات الالاف من الجرح غير طبعا المعاقين وغيرهم وبالتالي اه الان حتى اللحظة المقاومة لم تهزم وده والشعب الفلسطيني لم يخنع ولم يتراجع ولم يسلم وده يخلي انه ده احنا امام معنى من معاني انتصار المقاومة الانتصار او الهزيمة حينته في ايه انتهي دايما بتفاوض بجلسات تفاوض واتجاه لوقف فوري اطلاق النار او متدرج عشان يبقى اه الاطراف اه خلاص يعني الامر بالنسبة للاطراف المعتدي اللي هو جيش الاحتلال اه لن استمر في الخسائر لا يحقق نجاحات لا ميدانية ولا اعلامية ولا سياسية ولا دبلوماسية والتالي الخسارات المتعددة دي بتدفعوا ليه المصرع لانقاذ الاوضاع اللي هو فيها بالجلوس على مائدة المفاوضات ونظن انه ده الهدف الرئيسي اللي بتترمي اليه اه التوصيات او الاضطار المقترح للافكار المصرية حولين وقف اطلاق النار اللي احنا تكلمنا عنه مبارح انه مصر شايفة ان اللحظة الان ضرورية الوقف اه النزيف الدم ووقف النزيف المعاناة لاشقائنا في غزة وايقاف هذه الحرب اه وهذا العدوان وان احنا عشان بعدها يبقى فيه استراحة للناس اللي احنا شايفينه قدامنا دي تعيش حياة البشر وبعدها ندخل فيه التسويات السياسية على اساس بقى مبادئ الشرعية الدولية وقارات مجلس الامن والجماعة العامة اه الاقتراح المصري اه وهذا اطار اطار المقترح المصري يتم تداول عليه الان بقوة في كل الاوساط المعنية اه زي ما قلنا مبارح لحضراتكم مصر بتترقب وتنتظر ولا تستعجل وصول مجهات النظر فيما هو مطروح هو تلات مراحل تلات مراحل كل مرحلة بتفضي للي بعدها التلات مراحل مطرفتة مع بعض مصر لا تقدم حل جزئي لا تقدم مرحلة ونكتفي كما فعلنا قبل كده كان فيه ضرورة لده في الهدن اللي استمرت اسبوع لكن الامر الان مختلف المرحلة يتلوها مرحلة ثم التالتة الاطراف بتدرس ده محدش مفيش اي طرف اعلن اي رفض من اي نوع لبنود الوردة في الاطار المقترح يتم التدارس وكل ما الناس اطراف المعنية خدت وقتها في دراسة ده اظن انه حيبقى فيه فرص اكبر للتداول حوالين حاجات محددة يستطيع المفاوض المصري يعني الوسيط المصري بالتعاون مع الشركاء جميعا انه يصل به الى اتفاق محدد وملزم لكل الاطراف احنا كده ممكن نخرج فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم بقية فقرات اشتركوا في القناة